هذه الجلسة الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بانجمينة تهدف الى اداء اليمين الدستورية للمدير العام للوكالة الوطنية للتحقيقات المالية وثلاثة من مؤاونيه والذين تم تأيينهم بمرسوم رئاسي في شهر يوليو الماضي وذلك وفق النظم المأمول بها في مزاولة مهمة التحقيقات المالية هذا هو اقب قراءة المرسوم الرئاسي القاضي بتأيين اعضاء الوكالة والسيرة الذاتية فقد ذكرهم النائب الثالث للمداء الاعمى بالمسئولية الجسيمة التي تنتظرهم في متابعة اعمالهم والتي تتطلب النزاهة والشفافية وكزا الادارة الرشيدة من اجل مكافهة الفساد والاختلاث والتلاوب بالمال الام كما تلب رئيس المحكم ينات موتين من المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للتحقيقات المالية ادريس النور بكر الالتزام بتوجيهات المداء الام والهفاظ على سر المهنة لاعتاء نتائج ايجابية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومكافهة الفساد الاداري والمالي اشتركوا في القناة